قبل بس ما أقدم تقرير الأخبار وعايز أتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا النادي الأهلي عندما يتعاقد مع مهاجم مع مدافع مع خط وسط بيتم الإعلان عنه من خلال حاجتين صفحة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي أي حاجة تانية محدش بصيلها أنا شخصيا أنا شخصيا أنا وكل العاملين في قناة النادي الأهلي ما نعرفش هل النادي الأهلي سيتعاقد مع لعبين جدد ولا لن يتعاقد مع لعبين جدد هذا الأمر موجود ولكن أو معروف وسط عدد قليل جدا من الأسماء اللي حضراتكم عارفينها هي بس اللي ممكن تتفاوض إذا كان هناك تفكير في لعبين جدد وبالطبع هي لا تتفاوض إذا لم يكن هناك تفكير في لعبين جدد ولكن الأساس أنهل سيكون هناك لعبين جدد ولا لأ ما حدش يقدر يقول لحضرتك أه ولا لأ إذا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية وإغلاق الباب فترة الانتقالات الصيفية إذا كان هناك أو إذا تعاقد النادي الأهلي مع أي لاعب في أي مكان مدافع مهاجم مرس حربة وسط ملعب بك يمين بك شمال هب يمين هب شمال أي حاجة حيتم الإعلان عنه ولكن إذا لم يتعاقد لن يتم الإعلان لأنه لم يتعاقد النادي الأهلي مع أي شيء مهم جدا جدا النقطة دي وكل سنة أقول لحضراتكم نفس الكلام إن يا جماعة النادي الأهلي عنده منصات عنده طرق إحنا عمرنا إحنا ممكن نكون عارفين إن في ترتيبات معينة لشيء ما نقدرش نتكلم فيها ممكن نكون عارفين إن هناك تفاوض في شيء ولكن لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور لأن إحنا قناة النادي الأهلي الحاجة الصح هتخذها مننا عشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا دايما متذكرين مثل هذه الأمور خلينا دايما شايفين أن النادي الأهلي عندما يريد أن يتعاقد مع أحد سيتم الإعلان هل في تفاوض ولما فيش تفاوض خلينا نشوف الأيام اللي جاية هتقول لنا إيه من خلال ممكن بكرة ممكن بعده الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده لسه قدامنا لغاية يوم أعتقد يوم 13.9 أو 14.9 إذا كان صح يا جماعة قلولي بس بعد إذنكم فأعتقد يوم 13 أو 14.9 لسه فلو لغاية اليوم اللي حيتقفل فيه لم يتم التعاقد يبقى خلاص ما فيش تعاقد ولكن إذا تم تعاقد هنعلن لحضراتكم مباشرة أن هناك تعاقد جديد للنادي الأهلي في حالة التعاقد أو التفكير